فقرة الأخيرة زي ما روهنا أنا وكريم في بداية الحلقة هنتكلم فيها عن يعني هي زي ما بتقال كده سلسلة مجمعة يعني دي حلقة هتكمل الحلقة اللي فاتت اللي كانت الأسبوع اللي فات وكان منورنا فيها برضو ضيفنا العزيز وفكرة هنا الحديث عن الوزن المثالي اللي لحد دلوقتي ما اعتقدش فيه حد عارف إيه الوزن المثالي احنا عملين كل شوية ندخن ونخس ندخن ونخس يعني الناس أو خلينا نقول البعض مننا برضو هذه الثقافة مش وصلاله بشكل أو المعلومات عنها مش وصلاله بشكل سليم من خلال الحلقات المختلفة مع دكتور علاء الدين أحد أخصائي طبعا التغذية العلاجية اللي منورنا واللي حينورنا كمان في حلقات أخرى هنعرف أو نحاول نعرف الإجابة عن هذا التساؤل إيه هو الوزن المثالي ووصله إزاي صباح الفول يا دكتور علاء الدين صباح الفول والتفاول بعد المقدمة دي أنا ممكن أمامك خلاص كده على الفكرة أنا بستنى لقائي في قناة الأهلي دي من ضمن الحاجات اللي بتحسن الحلقة مسجاة بتاعتي لا ده كثير بجد والله ده كثير أنا مبسوط إنه موجود مع حضرتك قناة البيتي وإحنا كمان أكيد الفكرة القناة الأهلي هو بيتي فعلا دي حيث ده أكيد طبعا نبدأ بقى ونكمل على الحلقة الأسبوع اللي فات وكنت بكلم أنا وحضرتكم نتناقش إن فكرة الوزن المثالي بيختلف طبعا من طبيعة جسم البني آدم لبني آدم وللسن وعوامل مختلفة كتيرة جدا يعني ممكن واحد يبقى 70 كيلو وحد تاني 70 كيلو ده تخين وأوفر ويت وده وزن مثالي فنفهم منك ده الأول تمام خلينا بس نسترجع اللي احنا قلناه من أسبوعين تمام إيه رأيك أنا حقول لها حقول وزني على الهوى ويلا وقدر الله ما شاء أفعل قل لي أعمل إيه بالزبط عشان برضو سيدة المشاهدين دعملوها معنا أولا لازم تجيب وزنك تمام أوكي يعني أكتب وزني هتعمل المعادلة اللي قايت هتجيب الوزن على الطول طيب يعني أكتب وزني أنا حاليا 67 67 أو بمونتظ صراح المنضوع بسيط على بس كنت أعتقد كنت من أسبوعين أزد من كلا شواري أولا الوزن بتاعي دايما بيبقى 65 وأزيد بقى وارجع حسب الحالة بس يمكن من أسبوعين لحديك تذكر يمكن أزيد شواري 67 على كامل هنقسم بقى على الطول بتاع حضرتك يعني أنا طولي 170 تمام هيديك رقم إداني رقم الرقم ده معلش هنكتبه عندك هتكتبيه كده هو 0.39 تمام هتقسمي تاني على الطول ديفايد يعني هتاخد الرقم ده اللي حكي كتبه ديفايد 170 ماشي ها طلعك يا بقى 0.0023 لا لا ما هو حرك المفروض ده 23 على فكرة ده 23 ده يعني حيك في الوزن المثالي الوزن المثالي الوزن المثالي من 19 و 19 حد 25 آه والله ده الوزن المثالي أكتر من 25 إلى 30 بالمعادل بالمعادل اللي انا هنا بنقول أنت عندك خلي بالك هنا عندك زادة في الوزن من 25 من 30 في ما فوق لا دخلنا بقى في السم طب بس عندي سؤال مش ده بيتقاس بالكتلة الدهنية وملهاش علاقة يعني أصلا ممكن بقى 67 بس بقى عضل ويبقى مش فيه حباكي حالا نتكلم عن المعادلة البسيطة اللي كل واحد مننا ممكن يعملها في البيت آه ولكن بقى فيه حاجة اسمها الانباضي آه الانباضي ده بقى يجيب من الاخر ده بيجيب حاجة بقى مؤشر الكتلة عندك بيجيب نسبة الدهون قد إيه والكتلة العضلية قد إيه ونسبة المية قد إيه ده حاجة متقدمة طيب هو ليه بقى إحنا حصلت لنا السمنة هو ده السؤال آه يعني ليه أنا لما عملت المعادلة بتاعت مؤشر الكتلة دي اللي أنا جيبت الوزن على مربع الطول تلع أكتر من 25 عشان ما نكون كتير يعني فيه إجابة تانية المعادلة بسيطة أود فيه حاجة اسمها السعرات الحررية يعني إيه السعرات الحررية اللي أكل اللي باكله أو الشرب اللي بشربه ده بيمد الجسم بسعرات حررية يعني طاقة الطاقة دي بتعمل إيه بتخليني أمارس النشاط بتاعي الحيوي سوى كان نشاط خارجي أو نشاط داخلي نشاط الداخلي اللي هي الأعضاء اللي جوا جسمك حركة المعدة جهاز التنفسي ضربات القلب كل ده بيحتاج الطاقة علشان يقوم بالوظائف تاعته الوظائف الخارجية اللي هي إيه تقوم تمشي تخرج تتمشي تروح أي مكان ده كله جي من إيه جي من الأكل سعرات حرية يعني طاقة إيه بقى قصة السعرات الحرية والسمنة نشاط اللي انت بتقوم بيه هتجيب وزنك هتجيب وزنك هتلاقي الاساس كله في الوزن الوزن بتاعك دربه في 24 الرقم الثالث ده يتوقف على نشاط بتاعك لو ثاني لا احنا مع بعضين نفيش مشكلة خالص نحسب؟ نحسب عنديش أي مشكلة أنا بحب الحاجات دي يعني أنا معلش تاني يقول وزني 67 في 24 في يعني تايمز 24 في 24 في يعني ايه تايمز تاني يعني اه تمام معلش والله ما درستش الماثب العربي والله عظيمة بمثل ولا بقى دايم وفي اللي هي البي وفي اللي هي البي اللي هي البي اللي هي البي الله ينور عليك ملتفلاي تمام؟ هادربه بقى هو حريك النهاردة انت بتمرسي رياضة عنيفة ولا بتمرسي نشاط مانا لسه هقولك اه اوكي ولا حريك بتمرسي نشاط متوسط ولا عادة في البيتة بتحركيش خالص هميعرف دلوقت حريك لا انت من الواضح ان انت بتمرسي يعني نشاط متوسط صح اضربه واحدة اربعة من عشر 1.4 ايوه 1.4 هيديك رقم اه رقم دا طالع كام؟ 2 بعد كده يعني 0.25 دا حريك للسعرات الحرية اللي انت حريك محتاجها في اليوم علشان تحافظ على ثبات وزنك الرقم اللي طالع دا اه لو انت خدت الاكل بتاعك والشرب سعرات حرية تمدي جسمك بالمعادلة دي يبقى عندك ثبات والوزن اوكي تمام؟ طب انا ممكن تقولي عن المكمل الغذائي اللي معانا بقى اه ممكن يفيدنا اصلا انا لسه جايلك اهو يبقى اذا القصة في ايه؟ في الاكل اللي انا باكله سعرات حرية بيديها دي لو انا عايز اخس ايه يبقى المفروض السعرات الحرية اللي داخل جسمي اقل تبقى ايه؟ تبقى اكتر اقل من السعرات الحرية اللي خارجة اه اه علشان اخس لو عايز اثبت وزني يبقى السعرات الحرية اللي داخلها هي نفس السعرات الحرية اللي خارجة اوكي النهاردة بقى بستة ايوه عملت ايه بتتحكم في الاكل اللي داخل اه لما كمية الأكل تقل يبقى كمية السعرات الحرارية هتبقى داخلها تقل صح صح كده بالتالي أخص بالتالي هتخصي بناني عن المعادلة اللي احنا قلناها الوازد في 24 في 1 و 4 من 10 لو بمارس النشاط متوسط 1 و 3 من 10 لو قاعد في البيت 1 و 5 منص لو بنا بمارس رادة عنيفة يبقى دي السعرات الحرارة محتاجة يبقى أنا قصتي في إيه قصتي في أن أنا أقلل السعرات الحرارية لداخلها وبالتالي هعمل إيه هحرق دهون أكتر صح بيستة اللي بتعمله مكونات بيستة عبارة عن إيه قدامنا هي وخلي بيلي كل كلمة بيستة هنا لها معنى ومدروسة البي والاسم يعني يعني أنا عايز أقول حقيقي بيستة بنتكلم على مجموعة ألياف الألياف اللي فيه عبارة عن الشفان والسيليم وردة الأمح ده بيسموهم ألياف منهم ألياف زوابة وألياف غير زوابة الألياف الزوابة اللي هي الشفان والسيليم الألياف الزوابة دي بتعملك يحيك لما بتاخدي البستة الألياف الزوابة دي بتعملك مادة هلمية المادة نهاية بتنزل المعدة فبتقلي الحجم المعدة اللي محتاجه من الأكل يبقى كمية صارت sac أخذ حجم أكلي كده إيه قل أيوه يحسب شبعة يعني يبقى كيميات أقل هاي كليبقى بيحسب شبعة حاجة تاني لأنه وجد الألياف الزوابة في الماء بتعلي عندي هرمون اسم questioning هرمون الليبتين هرمون الليبتل المسؤول على الشبعة حلو قوي فلما باخد الألياف دي إيه اللي بيحصل بقل الحجم المعدة اللي محتاجه من الأكل وبزود هرمون الليبتل المسؤول على الشبعة عشان كده بنقول النباستة بتعمل إيه بتتعدل في معدلات الشبعة بتخليك تشبع بسرعة مش كده وبس طب وحجوها بسرعة لأن هي بتملى معدتك تتحكم في معدلات الشهية يعني فيه شوفان من المكونات ما هي الشوفان والسيليم دول ألياف زوابة وعندنا ردة الأمح دي ألياف غير زوابة اللي هلافز الغير زوابة إيه في إيديتها بقى حيث بتعملي كتلة من الفضلات فتخش الحمام بسهولة فتشعر بارتياح وانت داخل الحمام وعلى فكرة بسيست بتعمل كده من أول جرعة انت بتاخدها هتلاقي نفسك داخل الحمام بصورة طبيعية وبصورة فيها راحة شوية بس ما بتسيبش المعدة لأنه ممكن لحد يبقى مسافر لا 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 خالص لا خالص احنا بنيديكي حاجة طبيعية وعلى فكرة هتلاقي في العلبة برضو مكتوب إيه يقولك أن بيستة مصادرها مصادر طبيعية ودي ميزة من ضمن مميزات بيستة ودايبا بقول بضرب مثال احنا النهاردة لو مساكنا مايك ونزلنا الشارع وسألنا الناس لو أنت عندك مشكلة صحية تحب التعالج بحاجات كيميائية والحاجات طبيعية طبيعية هيقول حاجات طبيعية طبعا ولكن المشكلة مع الحاجات الطبيعية لما اجا أقوله اشرب بقى كبات ناناية عشان عندك مغص أو اشرب كبات نانسون عشان تنام كويس ما بيعملش كده هو ما عندوش المورفليكسابيليت ما عندوش المورونة فيه أعمل كده أنا بقوله لأ أنا حطيت لك بقى حاجات طبيعية في صورة بواكي هيل تمام يبقى احنا كده خلصنا موضوع الألياف والألياف برضو فيها ميزة ان هي بتعمل ايه بتقلم نمصص الدهون حريك خدت بالك أن رجل بتاع الكباب مليان دهون لأن البقدونس هنا ألياف بتمتص الدهون حلوة النقطة دي خلي بالك هي بستمزتها أن هي حاجة أنت بتشوفها احنا مش بنتكلم كلام كاميا لا بنتكلم حاجات أنت بتشوفها وبعد قدقية دكتور برضو عشان تعرف إحنا عندنا ثقافة لو أنا عايش في النتيجة بسرعة خلي بالك إحنا اتفقنا على ثقافة الميزان أنت بتوزن نفسك في مكان معين في مكان سابق المهروض بعد 15 يوم بعد أسبوع هتبلي تحس بتحسن هتلاوسك خسس من كيلو إلى 2 كيلو بعد أسبوع هتلاقي الدنيا عندك بتوزن 3-4 كيلو الشهر ممكن نوصل لـ 8 كيلو بسرعة الله حلو ده ومن غير ما تعمل أي مجهود خالص ما فيش أي أعراض جانبية لا ده تحاجات طبيعية حلو قوي عسنا دايماً أدوية التخسيس فيها أعراض جانبية فالناس تخاف منها فسنسي حيك بتتكلم عن نقطة دي حضرتك أصرت نقطة مهمة جداً زمان أول ما زلت أدوية التخسيس كان فيه حاجات بتشغل سنترل بتشغل على المخ ودي بده دخل في الاكتئاب وساكل الناس بتنتحر لأن هي بتعمل على حاجة سنترل حاجة في المخ على مركز الشبع في المخ مركز الشبع في المخ ده يعمل إيه يديك حساس بالشبع بس دخلنا ليه وتصعب على فكرة آخر حاجة وأأمن حاجة هي بنيديك مصادر طبيعية وصورص الألياف تمام؟ خلي بالك بس بيس تا مكتفتش بكده هي مش هدتك ألياف وبس لا هدتك كمان حاجة اسمها الكروميوم وأعلى تركيز في أي ضوى مصري موجود هو في بيستة 50 تيلي جرام كروميوم لا ممكن إيه الكروميوم ده أصلا؟ كروميوم ده حليفة مادة طبيعية موجودة في جسم الإنسان ليه علاقة بالتخصيص إيه اللي بيحصل؟ الكروميوم دي هي المسؤولة عن حرق النشويات في جسم الإنسان واتفاقنا من المرة اللي فاتت إن الوجه بتاعاتنا 60% منها كاربودريت اللي هو النشويات و20% دهون و20% بروتين صح فأنا بقول لك لا لأ دي كروميوم كان فيه يعمل إيه؟ يزود حرق النشويات لأن هي مسؤولة عن حرق النشويات وبتعدل من فرض الإنسولين هرمون الإنسولين ده هو اللي بيأخذوا الكولوكوز من الدم ويحطوا في الخلية فالخلية بديها طاقة لأن احنا بتعابلنا مشكلة مع العيان اللي هو بيعاني من السامنا لما بديه لنظام غذائي عاد أتعاست أقفلي صح؟ لا أقفلي أنا هروح بس الأدان ورجع أنا حسين لا لا هنروح واصل سريع جدا روح نرجع نكمل مع حضراتكم قصتك مع بيستة وإزاي ساعدك تخسي أنا اسمي آي عاطف رجب عمري 26 سنة كنت 85 وبقيت 65 الموضوع كان صعب معي جدا في الحركة كنت مش بقدر رمشي رجلي كان الوزن تقيل عليها ما كنتش بعرف أخذ نفسي كويس اللبس كان صعب جدا ما كنتش بعرف ألبس في سنة خالص كنت حاسن أنها بلبس لبس مومو موضوع كان صعب قوي في اللبس كنت بستخدم بيستة قبل الأكل بنص ساعة ثلاث واجبات في اليوم قبلها كنت بشرب الكوبية لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص بالعكس وهو طعم التفاح فكان لذيذي ما كانش عندي أي حرمان من الأكل كنت باكل عادي كل حاجة بس هو أصلا كان بيسد الشهية كنت باكل أي حاجة بس قليل واجبات قليل مبسوطة جدا الحركة بتعتي بقيت خفيفة بقيت قادرة أن أنا أمشي برحتي بقيت ألبس اللبس 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 أنا عايزي بنصح أي حد عايزي يخس في وقت قصير وبشكل صحي أنه هو يستخدم بيستة حلو قوي أن يبقى فيه برضو كيس لأن الناس بتحب تشوف على أرض الواقع مش بس تسمع فلو حنعلق سريعا على الكيس دي هي كانت كم كيلو في الأول؟ لا بس حقيقة قبل بس بنعلق على كم كيلو إن هي خاسة عشرين كيلو في خلال شهرين أنا بس خطبال كيبتلك أنا مكنش قادرة أتحرك وأخذ نفس للأسف الزيادة الوزن كده علشان كده بنتكلم إن السمنة بيسمون مرض العصر ومشكلة السمنة اللي هي مرتبطة بمعظم الأمراض الأخرى صح يعني حالك تروح المعظم متخصات وأول حاجة يقولك لازم تخسلي هايك روح بتعضل بتعقل بتع سكر بتعامفو أذن بأمراض دي سأي أول حاجة يقولك لازم تنزلي تمام؟ فإحنا عشان كده أصبحت السمنة حاجة مش حاجة رفاهية ده حاجة بقت حاجة فرض علينا نحن نازم نتعامل معها بس الشطار نحن نتعامل معها بصورة طبيعية وسهل إن أنا أخد وده اللي حلته بسط وما قلش وبعدين نزيد دي نقطة مهمة جداً لأدوية كتيرة بالناس بتأخذها تقل وبعدها ترجع للوزن الثاني وانس إن هي بطلت أنا عايز أقولكوا بقى إن في الفاصل دكتور علاء قال لي إن هو جايب لي يعني هدية والهدية تلعت بسطة فأنا عايز أوريه حضراتكو لو حتطلبوه الشحل حييجي كده في العلبة كده تبقى مقفولة ونفتحه بقى ولاي أنا عايز أشكر حضرتك لا خالص لا لا خالص والله فيه هو إيه ده ده كذا واحد هي علبتين أوكي ده يكفي قد إيه بقى العلبة هيكفيها عشرة العلبة فيها عشرة إحنا بناخد داكو على كباية مياه قبل الأكل بنص ساعة قبل الوجبات الأساسية التقيلة يعني حيكفي ناس على فكرة في ناس بتبطر وتتغذب تعشق وجبات التقيلة يبقى يبقى حابط عندها تاخده قبل الوجبة التقيلة في ناس الغداء بالنسبة لها هو الوجبة التقيلة يبقى ناخده قبل الغداء بنص ساعة في ناس العشرة يبقى الوجبة اللي هم أكثر واجبة الوجبة الأساسية بتاعتك اللي بتاكل فيها كتير بتاكل الباكو لأنا عايز هيك تفتاح برضو الباكو عشان فيه نقطة عايزة وضحها أنا بس عايز أسأل هو الدع البيتين يعني يكفي عشرين يوم وهو الكورس عشرين يوم لا لا حريك بيستة من زيتها إنه ممكن تبقى هابط ممكن تقعادة في حياتك لأن انت ممكن بعد ما تخص عايز تسببت وزنك بتستمر على بيستة أنت خذت بالك الشكل الظرفي بتاعه عامل ازاي ايه ده لا أنا من ديات ده خلي بالك شايف الشكل متغلف ازاي ده برضو التغلف هنا لها فكرة إيه بقى إنه هو مشكلتنا مع الأدوية التخزين بيأثر في الكفاءة بتاعتها فأنا بضمن أنت مخزينه بطريقة صحة توخد بالك حضرتك لأن الشكل المغلاب بتاعه بالطريقة بتاعته ده أنا ضمنت أن أنا محافظ لك على سبل التخزين بتاعتك وده اللي في المادة مش ورقة بقى مش ورقة وكلام ده كله بتاعه وخلي بالك لو لقيت عليها بيقولك ايه من مصادر الطبيعية اه مكتوب فعلا وطبعا هو شكلها أخضر لأن طعم البستة طعم التفاح يبقى كاني بشرب عصير تفاح كاني بشرب عصير تفاح قبل الأكل بسعة بالدواب على كبات مية أو كبات لبن خالد دسم أو كبات عصير مغرور سكر وبتشربه هيل انت حتلاحظ أن انت بتشبع بسرعة بتشبع بسرعة طيب احنا اكتفل هو قبل الأكل ولا بعد الأكل قبل الأكل بنص ساعة من نص ساعة لساعة لربعة ده لازم مهمة جدا النقطة دي هنرجع تاني البستة لأننا قفنا عند الكروميوم قبل الأدان وقالنا الكروميوم ده مادة طبيعية موجودة في الجسم هنا 500 ميلي جرام أعلى منتج مصري فيه التركيز ده من الكروميوم كروميوم ده أهميته ايه؟ أنه هو بيزود معدات حرق النشاويات اللي هي الكربوهادريات الاتفان 60 في المهم من الواقع الأساسية بتاعتنا بالإضافة أنه هو بيعدل من إفراز الأنسولين الأنسولين ده هو اللي بيقوم بنكل السكر من الدم للخلايا عشان تقوم بيظافتها ولما بيقل الأنسولين بنجوع صحة كده؟ الله ينراح هيك هو بيزبط معدلات الأنسولين تمام نيجي المادة التانية اللي موجودة فيه الإلكرانتين الإلكرانتين دايماً مرتبطة بالنسبة الرياضيين لأن المادة دي مسؤولة عن تحرير الدهون اللي موجودة في الجسم وحرقها خلي بالك مشكلتنا مع الراجل اللي بيعمل نظام جزائي إيه اللي بيحصل؟ إنه هو ساعة تحس إنه هو خملياً إنه هو أكله قل فبقول له لا أنا هديك الطاقة بتاعتك من الدهون اللي أنا هحرقها لجوا جسمك يبقى أنا إيه بقى إيه اللي حصل في بيستا زودت رفعت من وعدلات الحر تمام؟ الحاجة الأخيرة اللي موجودة في إستا هو هو فيتامين سي 30 ميلي جرام فيتامين سي ده بالإضافة إنه هو بيرفع المناعة وبيزود مصص الحديد لأن أنا برضه المشكلة مع المريض السمنة اللي بيعمل نظام غزائي إنه هو كان يعاني من الأنميا أنا بقول له لا أنا هديك فيتامين سي هيزود مصص الحديد أي كمية أكل فيها حديد هنزود مصصه بالإضافة إنه اكتشف إنه فيتامين سي ليه دور في زيادة معدلات الحر يبقى بيستا بتعمل ثلاث حاجات إيه هي بتتحكم في مقدارات الشبعة والشهية بتزود حر بتبنع مصص الدهون أوكي هي دي بيستا بناخد الباكو على كوباية مية قبل الوجبة الأساسية قبل الوجبة بتاعتنا سوى وجبة بقى اثنين ثلاثة باخدها طيب أكلت وجبتين أنا عارفة إن أنا معزومة على الغدى ومعزومة على العشاء يبقى تاخذي قبل الغدى وقبل العشاء ده موجود في شنطتي ونحن اتفاقنا مصادر طبيعية نتكلم على فكرة حاجات طبيعية يعني ما فيش مشكلة بالعدد مش مديك حاجة كيميائية أنا مديك حاجة طبيعية بس من اللي بيأكل خمس وجبات تقيلة مش هي على فكرة يقلل بقى يعني هو خلي بالك هو لما يأكل خمس وجبات تقيلة هيبتدي هو أوتوماتيك لما يستمر على الكرسي تعبستة هيقل أنا قلت له حجم المعدة بطريقة غير مباشرة كأن بالضبط كده عملت له نظام البلونة أو نظام الكابسولة لأننا اتفاقنا الألياف بتزود المادة الهلمية بتقلل حجم المعدة اللي محتاج لها طب أنا عندي سؤال بقى معلش دلوقتي أنا كبني آدم عايز أخص فطبيعي اللايفستايل بتاعي وأكلي بيختلف إلى حد ما وحاخد باستة فحيساعدني من ناحية تانية فيه فيتامينز في الجسم وممكن أن هي يتم فقدها فلو أنا روح تسألت حضرتك عن ألب مالتي فيت هذا المكمل الغذائي اللي بيمد الجسم بهذه الفيتامينز اللي للأسف بتروح برضو مع النهاف يعني البورشن بتاعتنا أو الواجبة بتاعتنا بتتريمي خلاص ما بناكلهاش فإزاي الإفاكت الفاشنسي هنا بقى حقيقة لو بصيتي في الصورة اللي موجودة باتها على الشاشة حاطين البستا على اليمين اللي أن البستا بتتاخد قبل الأكل وحاطين القلب مالتي فيت لأننا بناخدها كابسولة أرس بعد الفطار تمام؟ على كوبات مية تمام؟ قلب مالتي فيت هو عبارة عن 13 فيتامين ومعادن دمالك؟ لأن بنوعاني مع مريض اللي بيعمل زي ما حكي قلت المريض اللي بيعمل نظام غذائي أن كمية الفيتاميات ومعادن اللي عنده بتقل بسوط فبقول له لا أنا خلي بالك أنا هحفظ لكم كمية الفيتاميات ومعادن اللي أنت محتاجة عن طريق أن أنا هديك القلب مالتي فيت بعد الأكل بعد الفطار تمام؟ دي حاجة الحاجة الثانية هل هديك أي فيتامينات؟ لا طيب بص بقى في فيتامين بي كومبلكس اللي هي بي 1 و 2 3 و 5 و 7 و 12 و ب 12 ليه دور في عملية تمثيل الغذائي للكربوهدريد دي أنا مش بديك بقى فيتامينات وبس دي أنا بديك فيتامينات وهتساعدك برضو في عملية التخسيس هيل خلي بالك نقطة فاسة أولي دي مهم جاء يعني أنا بديك بقى فيتامينات لا دي أنا هديك فيتامينات ساعدك في عملية التخسيس نيجي حريك لحاجة زي النحاس اللي موجودة في القلب منطفيد النحاس بالإضافة أنه هو بيحسن من كفاية الغذة الدرقية وبيزود في عمليات حرق الكربوهدريد وجدوه أنه خاصة أنه نحن في موسم الصيف أن النحاس ليه دور فعال في عمليات النسيان دي أنا بقى خلي والطلبة بتاعتنا كل ما بتقل نسبة النحاس عن الجسم الجسم الكمية الجسم المحتاجها بتعاني من حاتة النسيان فبوجود النحاس في البستا بيحللك هذه المشكلة كويس طيب نيجي تاني من ضمن الحاجات المهمة فيه اللي هو الزنك كلنا بيعرفين الزنك ده ليه دور في الشعر والبشرة وليه دور في مقاول المناعة لا ليه دور كمان في حاتة الأرقق والنوم والاكتئاب وجدوا أن الناس اللي عندها أو نقص في عنصر الزنك بتعاني من الأرقق وخاصة الموسم الصيف دايما المعروف إن احنا بنقلق فيه كتير بالليل إن الليل عندنا قصير شوية فبقول لحريك لا أنا هديك هنا بقى الزنك في القلبي ملتفيت فأنا هحسنك من كفاءة النوم بتاعتك مش هتعاني من الأرقق بص إحنا مش هنيجي بقى إحنا يعني موضوع كبير لا بس عايز أقول لحضرتك بجد الاتنين كمان مع بعض أعتقد يعني ناتجتهم هتبقى أفضل كتير يعني ده بيكمل ده من كلام أنا استشفيك كده أنا البستا ستقلل كمية الأكل اللي بتاخدها مش هنمنع والقلبي ملتفيت هتديك الفيتامينات اللي انت محتاجها وكمان هتساعدك في عملية الحرب هيا لا بجد دكتور علاء والله نورتنا وأنا يا شخصيا استفدت جدا وبشكرك على الهداية دي الجميلة خلي بالك الحالة اللي جاء إن شاء الله تعالى هتبقى نهواند هتبقى بيستا حيك لما خدت بيستا إيه اللي حصل أنا اللي حامل التقرير بعدك هتعملوا معايا شكرك جدا يا دكتور والله نورتنا واشكر حضراتكو على متابعتنا ونشوفكو إن شاء الله بكرة حلقة جديدة وعشرة صفحة في الأهل